فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر هدي اعادة لحظة دربة رأسية ولكن العارضة تتنوب عن الحاريس دربة رأسية للاعب صيفي رفيق مراوضة ديال عادة ديال رمزي ولكن تجي اخيرا احد المتفاديب عن كرة اوتي بوتش وبكل وضوح تكمل كرة خطأ 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 سادع ديال الحاريس مع تفعصيش في غيامل الحاريس بالذكري واش اه الارضي ديال الملعب هي اللي اه غيرات الاتجاه ديال كوين مثل الكرة في كولوسائل اذا اه تلعبه خطأ مثل الكرة بطريقة ماشي بطريقة قوية بحيث انه داعه وجوب الجهة اليمنى الكرة خطأة داخل منطقة الجزاء وقبسة وتدخل جيدي العاريس ولكن الكرة تتسقر في الشيبك في الدقيقة التاسعة والمسجيل هو اللاعب تصفوت اللي يسجل الهدف الاول لفائدات المنتخب الجزائري ما كانش متضر بتاتل هاد الهدف حيث ان لو كانت للكرة طويلة هدي الاعادة يقدس قدوة قدسة قوية كان تدخل جيد يال الحاريس بالذكري ولكن الكرة تنزل في الرقم الايمن من المرمى الحاريس بالذكري الهدف الاول لفائدات المنتخب الجزائري بعد مرور عشر دقائق اللعنة ستفيزل امام رجراجي الرجراجي واخيرا الكرة عند الحاريس شط Cuz составيسانة كرة طويلة ولكن خارج خط مرمى ايدون شري خطأ ليه فائدات اه سفري خطأ كرة دائرية در مراسية دائمين كرة دائمين كرة دائمات المتخبات المغربية لكن اخيرت ابدأ هداف هدف ديال تعدل عند الارتباع كله كان في الدباع ديال المنتخب الجزائري واذير محمود يسجيل هدف تعدل لفائدات المنتخب الوطني المغربية وتيجي في الدقيقة افتاش اذن هدف لي متليه في مقاملات المنتخب الوطني المغربية ومتخب جزائري تعدل اعادة كانت هناك الدربة الرأسية ديال اللاعب عديل رمزي الدرب القروني بالاول اللاعب وعدو ورسيناك كبير الحفل في الدباع ديال المنتخب الجزائري كان مغادل لحظو تعدل اول محاولة كتب ديال عديل رمزي ثم كما تسو يجي رقم ربعا اللي هو منير يرجع الكورة ولكن يرجع فقط فريج اللاعب بالمحمود اللي يسجل بكل هدف اخواتي اعادة ان المخرج متقل لدل ان الكورة عند المتخب وطن مغربية تتكون خطيرة بالنسبة لمتخب الجزائري كرة خطيرة وقفة ولكن بعيدة على المرمى كما تشو تبقى الكورة كرة عالية الخيرات تتخل مداجئة او صف لسي بعد كرة 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 عالية تخرج الحريس وتتمتر الكرة بكل شهولة عادي لنغي ولكن تصدق على شفو كرة خطيرة داخل يتخذ جزاء كرة خطيرة خطيرة جدا و لكن كرة فوق المرمان فوق المرمان بعدما تضمط الكرة بأحد اللاعبين من المنتخب مواطن المغربي سباقين لكل كرة اللاعبين الجزائري في وسط الزب العب أول انظار باللقاء بالنسبة للمنتخب الجزائري بعد تدخول أضم بيلا اللاعب مليوني معدي يعادل تدخول بالفعل كان هناك تدخول قوي بحق تفري رجراجي رجراجيب انكري شدود قد فخوية ولكن كل عملي المنتخب الجزائري إلا هو تتكون من الجهالي من اللحظة بأن القرة ترشجي يشرع و لكني بشرعة تحول تدخلي الجهالي منها تدخول ديلا شي فوق ولكن تدخل ديلا من حمودة خطأ حتى نترك المتياسة مدى لكل الكرة عن فريق الوطن المغربي و فريق الوطن المغربي و فريق الوطن المغربي محاولية تدخل جزائري قد فقوية و لكني بعيدة على المرمحة بدا طمع ما هتنفد من طرف ديلا شي بالذكري موسيقى 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 مرة جميلة دي الأنزل يحاول باش يخرج الكرة تخرج الممتاز. هدف! 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 بالفعل انه فجأة جميل بحيث انه وصلت دول كرة في استقرات انه وصلت دول كرة دائرية الزلات في روك الايمن من مرمع الحارس مغير كارتين سنة كامتشو اعتقد بان الكرة بربط في العادة بحيث انه يحتم كامتشو قد انتظر الكرة فائدة بها استقرات في الشباك اذا الهدف التاني لفائدة المنتخبط المغيلي غتلاحظوا الاعادة الكرة دائرية دي الأنزل تنتظر كامتشو دول كرة بالرش ولكني هزيت امام بحيث انه اول واحد عارض الكرة استقرات في الشباك كان هو كامتشو لحد الكرة دائرية وتتزل في الرقم الايمن من مرمع الحارس مغير مؤلن بذلك الهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي اللي تجل مع بداية الجولة التالية كورا عليها خطيرة خطيرة جدا در مرأسية دائما الكرة خطيرة اخيرا تدخل احد لايبي تجيب عد كورا وتسلحوا جمهات المتخب الموطني المغربي اللي تجيب عادية اللي يبيد المنتخب الوطني المغربي ولكني كنوع من البطء احتى تشيل عند من عند كامتشو كامتشو الان في الجيل اليوم بلتوا ان تتفر كامتشو امامو شيبو بإمكاني يمرر عند شيبو شيبو في كورا تمرر عند شيبو ولكن الحكم تغطر يديهم هلان شروض مع بسيو الشروض انك الامكان تابعوا الاعادة لهاد العامل دي المنتخب الوطني المغربي وش كامتشو اللي مرر الكورا مأخر ام انه خطعت في التقدير بالانتباع للحكم المساعد التاني مع كبير الاساس ما تركناش من مشاهدة الاعادة فالوقت اللي غالي يشاهدوا الاعادة للفرصة للتحت للمنتخب الجزائري امزين هولي كان نقض الموقف زاوية كورا عالية ضربة مقص وتدخل يالا تفري وقد فطوية دائما الكورا خطيرا داخل مطقة جزائرات الخرجية تنخل جيد الحجم الزكري تدخل ممتاز جدا دي البنزكري كورا ارضية خطيرة قطفة قوية لكن الكورا تخرج خارج لخط المرمى فوق المرمى دات المرمى بكورا دي كانت كورا خطيرة جدا القطفة دي البنزكري كانت عملية جميلة ما بين كورا عالية عند تصوت تصوت يحيبش يقبث وفيد الحريس من زكري موسيقى 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 موسيقى